معي هنا في الستوديو مرأس البي بي سي عصام معك ريماوي مرحبا بك عصام فعلا يعني هذه النتائج ربما تكون مخيبة لحزب المحافظين لكن ما الذي تعنيه لريشي سوناك نفسه يعني تعني أن ريشي سوناك سيكون في موقف ضعيف إذا قرر البقاء كمرشح حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام المقبل قد يلجأ الحزب مثلا إلى تغييره قبل ذلك الموعد إذا شعر أو بدأ متأكدا من أنه قد يخسر الانتخابات البرلمانية قد يكون هناك تغيير لذلك هذه الانتخابات تعتبر إشارة سيئة بالنسبة لريشي سوناك حاول هو التقليل من أهميتها بالقول أن الحزب حقق نتائج جيدة في بعض المناطق لكن ينظر إلى هذه الانتخابات المحلية أنها مؤشر للانتخابات التي تأتي بعدها هناك كان مثلا عام 96 كان هناك انتخابات محلية فاز فيها حزب العمال المعارض أنا ذاك وبعد عام من ذلك فاز توني بلير بإزعامة بالرئاسة الوزراء حصل على الأغلبية في البرلمان هذا هو المؤشر في مثل هذه الانتخابات طيب ما أهمية هذه الانتخابات المحلية وهل من المنصف تحميل حزب المحافظين الحاكم مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار هنا في بريطانيا التي يمكن على أساسية اعتمد الناخبون في منح أصواتهم كما هو معروف الوضع الاقتصادي في المملك المتحدة ليس في أحسن حالاته هناك ارتفاع في الأسعار في تكاليف المعيشة بشكل عام هناك نسبة تضخم عالية تراجع في النمو الاقتصادي كل هذه الأمور تلقي بضلالها على الانتخابات بالنسبة للناخبين هذه أولويات الأسعار أسعار المحروقات تكاليف المعيشة الأمن مسألة الانتظار الطويل في المستشفيات من أجل الحصول على المعيد كل هذه الأمور يقررها الناخب أو تكون في ذهن الناخب عندما يذهب للإدلاء بصوته في الانتخابات لذلك الناخبين عادة يعاقبون الحزب الحاكم بسبب هذه الأمور التي يروا فيها إخفاقا من الحزب الحاكم من الحكومة في تحقيق ما تعهدوا به في الانتخابات السابقة مراسل بي بي سي اسامع اقرماوي شكرا جزيلا لك شكرا